اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نناقش الخلافات المتجددة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ونتساءل ما أسباب استبعاد البرلمان للمجلس الأعلى للدولة في مشاورات تشكيل حكومة جديدة وما تأثير ذلك على تفاهمات المرحلة الانتقالية كما نتساءل ما خطة المجلس الأعلى للدولة لإنقاذ الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مع تجدد الخلافات وهل ينجح المجلس في الإبقاء على حكومة الوحدة الوطنية هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي من طرابلس عبد القادر الأحويري عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي والدكتور مجد شبعاني الخبير في القانون العام والقانون الدستوري نتابع النقاش بعد التقرير تغير الحكومة الليبية من عدمه سجال جديد اندلع بين مكونات المشهد السياسي قد يزيد تفاقمه من عمق الانقسام القائم وينسف توفقات سياسية قديمة خلافات قديمة جديدة تفجرت بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب عقب استبعات البرلمان للمجلس الأعلى للدولة من مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد خلفا لرئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة ويدافع رئيس مجلس النواب عن تشكيل حكومة جديدة قائلا إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة انتهت صلاحيتها ما دفع مجلس النواب إلى التصديق على شروط الترشح أبرزها ضرورة تعهد رئيس الحكومة الجديد كتابيا بعدم الترشح للانتخابات القادمة ولا يبدو مجلس النواب على قلب رجل واحد حيث استبقى أكثر من ستين نائبا الجلسة البرلمانية لتأكيد دعمهم استمرار عمل الحكومة برئاسة الدبيبة مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطاتها على كامل البلات في المقابل يرفض المجلس الأعلى للدولة استبعاده من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة معلنا على اعتراضه تعديل السلطة التنفيذية ومعارضة الإعلان الدستوري مؤكدا في الوقت عينه تمسكه بالاتفاق السياسي أما الدبيبة فلطالما دافع عن بقائه في منصبه قائلا إنه لن يسلم الحكم إلا لحكومة شرعية تنبثق عن انتخابات برلمانية وبينما يظل السجال بين المجلسين قائما بشأن مصير الحكومة تتواصل الخلافات فيما يتعلق بتاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهو ما تسعى بعفة الأمم المتحدة لتذليل عقباته مؤكدة ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الموقع في جونيف فما مصير حكومة الدبيبة والمرحلة الانتقالية برمتها وهل تعيد الخلافات بين المجلسين ليبيا إلى المربع الأول لبرنامج ولنا وقفة نسرين حامدي تي أرتي عربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أبدأ نقاش مباشرة مع ضيفي أستاذ القدر الحويلي أستاذ أبو قدر بعد إعلان مجلس النواب استبعاد مجلس المجلس الأعلى للدولة من المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة كيف يقرأ الأعلى للدولة هذه الخطوة من مجلس النواب بسم الله والصلاة والسلام على وسل الله الرحب بيك وبضيفك كرام ومشاهدي قناة TRT عربي طبعا المجلس الأعلى للدولة واضح وصريحة أن مجلس النواب حاول مرارا وتكرارا في السابق تجاهل المجلس الأعلى للدولة في عدة وقفات منها إقالة المحافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف شخصية أخرى بدلا منه ولم يفلح في ذلك أيضا حاول إصدار قانون استفتاء معيب حتى هو أوقفه المجلس الأعلى للدولة المجلس الأعلى للدولة يستمد شرعيته ومجلس النواب حاليا يستمد شرعيتهما من الاتفاق السياسي الليبي المادة واحد في الاتفاق السياسي الليبي بخصوص الحكومة واضحة وصريحة في حالة إقالة الحكومة يجب استشارة وموافقة المجلس الأعلى للدولة والتصويت عليها ب120 عضو بعد أن يقدم الطلب 50 عضو مجلس النواب وأيضا المادة أربعة والمادة خمسة التي تتحدثان في حالة وفاة أو إقالة أو استقالة رئيس الحكومة يجب أن يتشاور المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وفي حالة أن ننصب من نائبي رئيس الوزراء يجب استشارة مجلس النواب ومجلس أعلى للدولة فيها يعني واضح وصريح والاتفاق السياسي ضمن في الإعلان الدستوري بالتعديل 11 من مجلس النواب إذن ما يقوم به المجلس النواب مخالف للاتفاق السياسي مخالف للإعلان الدستوري مخالف لقرارات مجلس الأمن التي تنص على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الذي سيحل المشكلة اللي بنعم طيب مع مخالفته للاتفاق السياسي ومخالفته للإعلان الدستوري ما الذي يرمي إليه مجلس النواب من اتخاذ قرارات من هذا النوع هل هناك رسائل معينة يريد تضمينها في هذه القرارات وإذا كانت هناك رسائل فلمن ترسل هذه الرسائل هو الحقيقة هذا العبت يسأل عليه مجلس النواب هم من الفرض يعللوا لماذا هذا يجب أن يسألوا لأن الإعلان الدستوري يقول كذا والاتفاق السياسي الليبي يقول كذا لماذا أنتم تخالفون هذه النصوص ما هي الرسالة التي تضغير أن توصلها أنا حسب معياري أرى أنهم يحاولون يعني تمطيط المدة وإخصدار قرارات عشوائية عبثية لكي تطول المدة مجرد لأن يرفضها مجلس الأعلى للدولة ونعود في سجال كما حدث في قانون انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان الذي وصلنا به بعد هذه التكاليف وهذه المصاريف إلى حائط مسدود ولم نجري للانتخابات ولا البرلمانية ولا الرئاسية هذا العبث هو الذي يسأل عليهم السنوب كل محطة يقومون بها نصل إلى طريق مسدود نحن اختلفنا في 2014 وانقسمت السلطة التشريعية أصبحنا المشكلة سياسية تشريعية يجب أن نحل هذه المشكلة أولاً قبل أن نخوض في أي مساء أخرى نحن لا تقتلنا فيهم وهم لا تقتلهم فينا يجب أن تكون القرارات متعادلة متوازلة لا يتغولون علينا ولا نتغول عليهم لحل الأزمة الليبية هكذا يجب أن ينظروا إلى المشكلة الليبية ما المسارات التي يمكن أن يسلكها المجلس الأعلى للدولة للرد على مثل هذه القرارات المسارات واضحة وصريحة اللي هي الجزء الأول يجب مخاطبة راعي الاتفاق السياسي الليبي وهو المجلس الأمن الدولي والأمين العام للعوم المتحدة وبعتة الدعم في ليبيا هذه أول رسالة حالياً هناك مفاوضات الحقيقة وصلتنا رسائل من مجلس النواب واليوم هناك جلسة بين لجنة خارط طريق ورسائل اللي جانب المجلس على الدولة نتمنى نأمل أن تصدر منهم أشياء إيجابية ولكن لا أعتقد يجب أول شيء مخاطبة راعي الاتفاق السياسي الليبي وإجراءات القانونية التي هي عن طريق القضاء بالرغم أن الدائرة الدستورية معطلة حالياً ولكنها تقبل في الطعون في الطعام في هذه الأشياء نأمل أن الأيام القادمة يتم فتحها يعني الحراك والحسم الشعبي هذا يجب أن ينخرط مجلس الدولة مع الحاضنة الشعبية التي معه لكي يوقف هذا العبد دكتور مجد الشبعاني ضيف أيضاً من العاصمة الليبية ما مدى قانونية هذه الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب وفي مقدمتها سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية واستبعاد مجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة جديدة مساء الخير أخرائد وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفك الدكتور عبدالقادر لحوالي في الواقع الاتفاق السياسي هو جزء من الإعلان الدستوري الليبي أكد مجلس النواب على ذلك في تعديله تعديل الحادي عشر أنه ضمنه للإعلان الدستوري إذن أصبحت نصوصه نصوص دستورية ملزمة وأكد على ذلك أحكام المحكمة العليا في أكثر من دائرة من دوائرها وأحكام المحكمة العليا هي أحكام ملزمة بأن الاتفاق السياسي جزء من الإعلان الدستوري وهو الدستور الآن الذي يجب احترامه ولا شيء يسمو فوقه وأنت تعرف أن مبدأ سموه الدستور فكافة السلطات يجب أن تعمل وفق نصوص الاتفاق السياسي الذي ولد من خلاله وجددت الثقة لمجلس النواب وخلق من خلاله المجلس الأعلى للدولة هذا الاتفاق نظم العلاقة ما بين هذين الجسمين في مسألة نشأة الحكومة ومنح الثقة لها وكذلك منح سحب الثقة من الحكومة نظرا أن هذه الحكومة هي سواء حكومة الوفاق التي ولدت مع الاتفاق السياسي أو الحكومة التي جاءت من ملتقى الحوار وهي نصة بأنها يسري عليها نصوص الاتفاق السياسي الليبي جعل مسألة سحب الثقة مقيدة بشروط وضوابط أن يتم تقديم سحب الثقة من خمسين نائبا من أعضاء مجلس النواب ثم لا يقبل هذا الطلب إلا بعد التشاور وموافقة المجلس الأعلى للدولة ثم لا يتم سحب الثقة من الحكومة إلا بتصويت أو بقبول مئة وعشرين عضو هكذا بالعدد وهو ما يسمى بالأغلبية الموصوفة ما تم في الواقع من سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية لحكومة دبيبة أن مجلس النواب لم يتقيد بهذه الشروط إذن قراراته فيما يتعلق بسحب الثقة هي قرارات غير دستورية وأي قرار أو قانون غير دستوري المحاكم لا تلزم بتطبيقه وترفضه وكذلك الحكومة رفضت هذا القرار فيما يتعلق بسحب الثقة نعم لأنها مخالفة تماما للشروط والإجراءات التي نص عليه الاتفاق السياسي لم يتقدم خمسين عضوا بطلب لسحب الثقة من الحكومة وإنما تم هذا السحب في جلسة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة ودون أن يوافق المجلس الأعلى للدولة ولم يكن هناك مئة وعشرين عضو موافق في الجلسة أثناء جلسة سحب الثقة إذن قرار سحب الثقة في حد ذاته لا يعتبر قرار متوافق مع الاتفاق السياسي والذي هو يعتبر دستور الآن نصوصه ملزمة لكافة السلطات لا أحد فوق الدستور لا مجلس النواب ولا مجلس الأعلى للدولة ولا حكومة الوحدة الوطنية ولا غيرها لا يوجد حد يقول أن نيب نطبق النصوص القانونية على مزاجي هذا يتماشى مع هواي حتى التصويت الذي تم في الجلسة في مسألة التشاور مع مجلس الأعلى للدولة من عدمه أنا أستغرب من سلطة تشريعية تطبق نصوص الاتفاق السياسي على هواها وتريد أن تصوت داخل الجلسة بتطبيق نص دستوري من عدمه يعني النصوص واضحة في مسائل معينة دون الإخلال بصلاحيات السلطة التشريعية أو الاختصاص التشريعي لمجلس النواب ألزم الاتفاق السياسي مجلس النواب بضرورة أحيانا التوافق أو التشاور مع مجلس الأعلى للدولة نعم فمثلا ضرورة التوافق في مسألة المناصب السيادية مصر فيب المحافظ مصر فيب المركزي ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكذلك ألزمه بضرورة التوافق والمشاركة معا في إعداد قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات طيب دكتور مجدي لو تسمح لي أي قوانين تبس مساء الاستقرار ومساء للوفاق نعم الخلل الذي أنتجته قرارات مجلس النواب كيف يمكن من الناحية القانونية معالجته إذا نتحدث في الظروف العادية المفروض أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تلغي كافة هذه القرارات إلا أن الدائرة الدستورية للأسف لا زالت معطلة بقرار من الجمعية العمومية لهذه المحكمة ونحن دائما نطالب كقانونيين ومختصين في هذا المجال المحكمة العليا بأن يفتحوا الدائرة الدستورية وأن ينظروا في هذه الطعون التي تتراكم منذ العام 2015 طعون دستورية كانت ستحسن مسائل كثيرة هامة وتحمي هذه النصوص الدستورية وتكون خير رادع حقيقة للتلاعب الذي يقوم به مجلس النواب نراه أنه يطبق نصوص الدستور على هواه وهذه مسألة حقيقة تخلق أزمات ثلو الأزمات يعني الآن في حال قام مجلس النواب منفردا بتسمية حكومة سيخلق أزمة وربما ندخل حتى في حالة أنا هذه النقطة بالذات أريد أن أعود إليها معك بعد قليل دكتور مجدي ربما يتسع الوقت لكي نتناولها بشيء من التفصيل ولكن أريد أن أعود إليك أستاذ عبدالقادر الحويلي طبيعة وحجم التأثير الذي ينتج عن السلوك الذي يسلكه مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وفي المسار التوافقي الذي من المفترض أنها تسير عليه هو التأخير كل ما قام مجلس النواب بإصدار قوانين وقرارات عبتية ستطول المجلس لمعالجة أخطاء وآثار هذه القرارات وهذه القوانين يعني هناك سيترتب أشياء ومراكز قانونية بعد كل إجراء يقوم به مجلس النواب حاليا هناك خسائر كبيرة تكبدوها حتى المترشحين للانتخابات بسبب القوانين المعيبة من يتحمل هذه الخسائر من يصحح هذه الإجراءات بالنسبة لأمور الحياتية اليومية أما أن حاليا نرى أن في كل مسألة نذهب إلى تمديد المدة الانتقالية الطريق واضح وصريحة الحقيقة الإعلاء والاتفاق السياسي حل كل الإشكاليات يعني المادة 13 من الأحكام الإضافية نصف صراحة وواضحة لحل الأزمة بين المجلس الدولة ومجلس النواب وهي أنه عضوين من المجلس الأعلى ينتخبان من المجلس الأعلى وعضوين ينتخبان من المجلس النواب وقاضي تعينه الجمعية العمومية للمحكمة العليا هذه في أي إشكال في حالة الخلاف في تفسير أو تطبيق أي بند من بنود الاتفاق السياسي نرجع إلى هذه اللجنة وتحل كل الإشكاليات لكن للأسف تم تعطيل هذه المادة سواء من بعث الأمم التحدة أو من مجلس النواب وطالب المجلس الأعلى للدولة ورسل المحكمة العليا بأن تسمي قاضي المشكلة ربما أستاذ عبد القادر هي مشكلة سياسية أكثر منها مشكلة قانونية أو مشكلة في فهم وتفسير النصوص ربما بناء على هذا التوصيف باعتبارها مشكلة سياسية ما المخارج التي يمكن أن تحول دون ذهاب مرحلة انتقالية برمتها باتجاه المجهول نحن المخارج الحقيقية هي إما أن الاستفتاء على مشروع الدستور أو الاتفاق على آلية لحفظ عمل الهيئة التأسيسية وتعديله قبل الاستفتاء عليه ثم يستفتع عليه أو تمريره بين مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لدورة انتخابية وتعطى ضمانات للناس الذين يعترضون على مشروع الدستور بأنه في أول دورة برلمانية يتم إجراء التعديلات اللازمة فقط نجري به الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبعدها تشكل الأجسام الدستورية وننظر في هذه الطلبات بخصوص تعديل الدستور هذا أنجح وأسرع السبل أو إجراء جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة للتصويت على عدة مقترحات للحلول والذهاب إذا لم نقر الدستور فلن تنتهي المراحل الانتقالية أما الدهاب إلى انتخابات برلمانية مباشرة هو أحد الحلول المعروضة حاليا للتخلص من الجسمين مجلس الدولة ومجلس النواب والدخول وتوحيد السلطة التشريعية هذا سينقلنا إلى مرحلة انتقالية أخرى يعني هو صحيح حل ولكن سيؤخر الانتقال إلى المراحل الدائمة المراحل الدائمة يجب أن تنتمي شرم هل من دور أستاذ عبدالقادر يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في هذا التعارض شبه التام أو في حل هذا التعارض شبه التام بين مجلس النواب والأعلى للدولة للأسف بعثة الأمم المتحدة كانت سيئة منذ المبعوث الرابع يعني إلى الآن الرابع والخامس والسادس والسابع سيئة جدا المبعوث الأمم المتحدة موظفيها الحقيقة كل موظف يتبع الدولة التي هو قادم من جنسيتها يعني للأسف لم يساعدوا قدمنا هذه الحلول وهذه المقترحات سواء في ملتقى جينيف بحكم أنه عضو في ملتقى الحوار السياسي الليبي قدمت هذه المقترحات وكانت هناك مقترحات لحل القاعدة الدستورية ولكن للأسف لم تحسم بعثة الأمم المتحدة آلية اتخاذ القرار في ملتقى الحوار السياسي بخصوص القاعدة الدستورية وتركتها وحملت الفشل على عضاء الملتقى ولكن أنا أحمل جزء كبير هذا الفشل على موظفي بعتش الأمم المتحدة للدعم حتى هذه اللحظة لم نرها قدم أكثر من 25 عضو مرتين لسيد كوبيتس بحكم أن الخارطة الطريق تقول في حالة تقدم أكثر من 25 عضو ملتقى الحوار السياسي تدعو البعتة الأمم المتحدة لدعم مرتين والآن اليوم تقدمنا بطلب آخر للبعتة لتفعيل دور ملتقى الحوار السياسي وهو أحد الحلول التي يجب الضغط بها على مجلس النواب وتلاعبات مجلس النواب ونتمنى أن تتجاوب بعتم المتحدة مع هذا الطلب وتدعو ملتقى الحوار السياسي لحل الإنسداد السياسي بأسرع وقت ممكن أعود إليك دكتور مجدي الشبعاني في حال كلف مجلس النواب شخصية بتشكيل حكومة جديدة ما هو التوصيف القانوني لهذا التكليف وكيف يمكن التعامل معه من ناحية القانونية هذا التكليف سيخلق أزمة سياسية وربما حتى اقتتال على الأرض الواقع لأن حكومة عبد الحميد الدبيبة صحيح حتى وانسحبت منها الثقة ولكن السيد رئيس الحكومة جاء وفق قائمة مع المجلس الرئاسي سيد المنفي وسيد عبد الله وسيد الكوني من ملتقى الحوار وهو مكون من مجلسي النواب ومجلس الأعلى للدولة وشارك فيه طوائف كثيرة من الشعب الليبي وبرعاية من دولية من الممتحدة وكذلك قرارات أكدت على شرعية هذه القائمة من مجلس الأمل إذن لا سلطانة لمجلس النواب على رئيس الحكومة أو على المجلس الرئاسي أو السلطة التنفيذية بهذه الجسمين أعتقد أن ينقتصر اختصاص المجلس النواب الآن فقط في إحداث تعديل وزاري وممارسة دوره الرقابي على هذه الحكومة لحين انتهاء وليتها في يونيو ثم إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية وفق ما تنتهي إليه الحلول أو خارطة الطريق التي يعمل عليها مجلس النواب الآن لمعالجة الإخفاقات التي تسببت في إفشال الانتخابات في 24 ديسمبر طيب دكتور لو تسمح لي هناك اهتمام كبير شخصية تبديه لو تسمح لي هناك اهتمام كبير تبديه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمصير المرحلة الانتقالية في ليبيا هل من إسهامات ممكن أن تقدم على المستوى الدولي من الناحية القانونية لمساعدة الفرقاء الليبيين على استعادة المرحلة الانتقالية ومسارها التوافقي أولا التمسك بالخارطة اللي هي موجودة الآن اللي جاءت نتيجة وفاق حقيقة دعم مسار المصالحة هناك حقيقة خطوة أو نقطة إيجابية يستطيع المجلس الرئاسي التعويل عليها أو أنه يعمل بها بإمكان الجهود الدولية حقيقة أن هي تضغط كما ضغطت في مسألة إيجاد هذين الجسمين اللي هم الحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التركيز على مسألة الاستفتاء على الدستور يعني هيئة منتخبة من الشعب وفق نص الإعلان الدستوري أنهت يعني مهامها اللي مكلفة بها وأنتجت دستورا ينتظر فقط عرضه على الشعب للاستفتاء وفق المادة 30 من الإعلان الدستوري بنعم أو لا لماذا يتم تجاهل هذه المسارات حقيقة والذهاب وخلق اتفاقات جديدة ونصوص جديدة وهناك أصلا نصوص لم يتم الوفاء بها وعليها توافق كبير وتستند إلى قواعد وأسس قانونية فيمكن يعني للبعثة التركيز على مسألة الخلل اللي كان سبب في فشل الانتخابات 24 ديسمبر هو عدم موجود وعاء دستوري أو قاعدة دستورية يمكن التأسيس أو الانطلاق منها فيجب معالجة هذا الخلل بداية الإشكالية وليست في حكومات أخي الكريم الحكومات تعددت على ليبيارا كل حكومة تأتي تفتح بابا للفساد وبابا للنهب أنت تعرف الحكومات الانتقالية هذه حكومات منفليتة مجلس النواب لا سلطانة عليها ولا يمارس حتى دوره الرقابي بشكل مهم والأجهزة الرقابية منقسمة فبالتالي خلق حكومة جديدة في هذا الظرف للأسف سيزيد من أضعاف الدولة وسيفتح باب جديد للفساد فأنا أعتقد أننا نحافظ على المكسب الموجود المكسب التوافق ونعالج نقاط الخلل التي أصبحت واضحة للجميع وكانت سببا في فشل الانتخابات 24 ديسمبر وهو عدم التوافق ما بين مجلس سيد نواب ومجلس الدولة في كل قوانين والعودة لاتفاق السياسي الليبي أشكرك جزيل الشكر دكتور مجدية الشبعانية الخبير في القانون العام والدستوري وأستاذ القانون في جامعة طرابلس وأشكر عبدالقادر الأحوي لعضو المجلس الأعلى للدولة الليبي شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام والحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا